موسيقى طابت أوقاتكم مشاهدين على قناة يمن شباب الفضائية وآخر الأخبار أبرز ما جاء فيها ميليشيا الصالح والحوثي تواصل القصف العشوائي على أحياء تعز وسقوط شهداء وجرح قتل وجرح حوثيين في الجوف ومقاتلات التحالف تدمر منصة للصواريخ بشبوى الحكومة توافق على حضور جولة مفاوضات جديدة مع الحوثي وصالح وميليشيا الصالح والحوثي تفرق بالرصاص الحي مظاهرة لمرضى فشل الكلة تطالب بالدواء أهلا بكم من جديد أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على حضور جولة مفاوضات جديدة مع ميليشيا الصالح والحوثي برعاية الأمم المتحدة وجاء إعلان الحكومة خلال ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا للهيئة الاستشارية وعدد من الوزراء أطلعهم من خلاله على مضمون رسالة أمين عام الأمم المتحدة بن كيمون التي طالبت السلطة الشرعية المشاركة في جولة جديدة من المشاورات مع الميليشيات لوضع نهاية سريعة للقتال وعودة اليمن للعملية السياسية هذا وتتضمن دعوة الحكومة إلى جولة جديدة من المشاورات مع الحوثيين وصالح على مرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة وفي مقدمتها القرار الفين ومائتين وستة عشر يذكر بأن جولة سابقة من المحادثات قد جرت في جنيف بين الحكومة اليمنية والحوثيين والتي باءت بالفشل أكدت الحكومة الشرعية تواجدها بمقرها المؤقت في عدن وبعدد من الوزراء الذين يقومون بمهامهم في مختلف الجوانب هذا واستعرضت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي نتائج الزيارة الجديدة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن ولد الشيخ مجديدة تأكيد حرصها على السلام وإعادة الأمن والاستقرار وتجنيب جميع المدن اليمنية الحرب والدمار كما ناقشت الحكومة تقريرا عن ملف حقوق الإنسان وما أسفرت عنه زيارة وزير حقوق الإنسان عزدين الأصبح إلى جنيف ومقر الجامعة العربية في القاهرة والتي قالت إنها أثمرت بنتائج إيجابية ضد ما قامت به الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لصالح من قتل ودمار وفي سياق آخر أعلنت الحكومة عن اتخاذها عدد من الإجراءات العاجلة لتجاوز التحديات التي تواجه الجرح من عناصر القوات الموالية للسلطات الشرعية أدى الوزير منصر القعيطي اليمين الدستوري أمام رئيس هادي بمناسبة تعيينه وزيرا للمالية هذا ووجه رئيس الجمهورية الوزير القعيطي بما يلزم للاطلاع بمهامه في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد وعبر الوزير القعيطي عن اعتزازه بالثقة التي منحه إياها رئيس هادي مؤكدا أنه سيكون عند مسواء الثقة بحث وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبح مع السفير الألماني لدى اليمن أندري اسكندل الأوضاع على الساحة اليمنية في ضوء عمليات القتل والتنكيل التي تمارسهما ميليشيا صالح والحوثي واستعرض الأصبحية الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون جراء عمليات القصف العشوائي التي تمارسها الميليشيات الانقلابية كل يوم على الأحياء السكنية خاصة في مدينة تعز وما تسببت به من قتل للأبرياء بينهم نساء وأطفال وما تسببته أيضا من دمير كبير في منازل المدنيين والمؤسسات الحكومية والخاصة والبنى التحتية هذا وقال بأن الميليشيات تفرض حصارا خانقا على سكان مدينة تعز منذ عدة أشهر وتمنع وصول المساعدات الإغاثية والدواء والمواد الغذائية والماء والمشتقات النفطية إلى جانب القصف الممنهج للمستشفيات والمدارس والمساجد من جانبه رحب السفير الألماني ببرنامج تعزيز العلاقات الثنائية التي تنوي وزارة حقوق الإنسان تطبيقه خلال الشهر المقبل من الجانب الألماني وأكد وقوف بلاده إلى جانب اليمن في مختلف المراحل والظروف ودعم بلاده لقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216 وجه محافظ عدن اللواء جعفر محمد السلطات الأمنية بسرعة دمج عناصر المقاومة بإدارة الأمن وتوزيعها على المرافق الحكومية لضبط الأمن هذا وشدد المحافظ خلال زيارته لإدارة أمن المحافظة شدد على ضرورة إعادة دور الشرطة في المديريات لضبط الأمن وسرعة تفعيلها في المدينة مؤكدا أن التحالف العربي ماض في استكمال صيانة أقسام ومرافق الشرطة دان حزب التجمع اليمني للإصلاح بعد اغتيال أحد موظفية الهلال الأحمر الإماراتي بالمدينة والتي وصفها بالجبانة واعتبرها عملا إرهابيا ينم عن حقد دفين لدى من خطط ونفذ جريمة عن سبق إصرار وترصد كما اعتبر أيضا تلك الجريمة امتدادا لجرائم أدوات المخلوع الصالح والحثي العابثة بأمن عدن والوطن كافة والتي تحيك المؤامرات والأخرى وتسعى إلى إفساد فرحة الانتصار وإيقاف عجلة البناء ودفع البلد إلى الفوضى قال مصدر عسكري بأن قوة برية سودانية ضمن قوات التحالف العربية التي تقوده السعودية وصلت إلى ميناء البريقة في مدينة عدن وبحسب المصدر فإن قرابة 700 جندي قد وصلوا بكافة تجهيزاتهم الحربية بما فيها من مدرعات وأسلحة ثقيلة مضيفا بأن القوة العسكرية الملتحقة بالقوة الإماراتية والسعودية انتقلت إلى موقع تجمعها في منطقة خور مكسر بالقرب من مطار عدن الدولي كما جاءت تلك القوة داعمة للتحالف عقب أيام من اختلالات واضطرابات أمنية بالعاصمة المؤقتة عدن وبالإضافة لتحركات ملحوظة لعناصر تنظيم تابعة للمخلوع الصالح وللحثيين فرقت ميليشيا المخلوع والحثي بمدينة الحديدة مظاهرة لمرضى فشل الكلا التي تطالب بتوفير الدواء ورعاية الصحية وقالت مصادر محلية إن الميليشيات فرقت بالرصاص الحي التظاهرات لمرضى فشل الكلا التي نددت بين عدام العلاج وتوقف جلسات الغسيل الخاصة بهم هذا ويعاني المئات من المرضى أوضاعا إنسانية صعبة جراء مصادرة ميليشيا صالح والحثي لمخصصات المركز واصلت ميليشيا الحثي وصالح قصفه العشوائي على الأحياء السكنية بمدينة تعز ما نتج عن سقوط عدد من الشهداء والجرحة كما تركز القصف وبشكل هستري على أحياء الروضة والمشكي والدمغة وجبل الجرة ومنطقة الدحية والسهدفت الميليشيات قسم العمليات في مستشفى الثورة العام بقذيفة أطلقتها على المستشفى دون ضحايا في تعز أيضا سقط قتلى وجرح حثيين في الشباكات اندلعت مع المقاومة الشعبية بعدد من الجبهات وقالت مصادر ميدانية إن المقاومة الشعبية السهدفت بعملية نوعية تجمعا للميليشيات في منطقة بيرباشا ما أسفر عن مقتل ستة حثيين بينهم قيادي ميداني كما سقط عدد من القتلى في قصف لمقاتلات التحالف على مواقعهم هذا واندلعت اشتباكات بين الميليشيات والمقاومة في مناطق ثعبات والجحملية والدحي والتي أسفرت أيضا عن سقوط قتلى وجرح حثيين وإصابة عدد من أفراد المقاومة ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي أيمن المخلافي من مدينة تعز سيد أيمن أهلا وسهلا بك مرحبا بك ومساكت أي ومساكت بمشاهدين أحي نعم سيد محمد ما هي آخر المستجدات العسكرية في مدينة تعز نعم أود أن أسألك عن آخر المستجدات التي تحدث أو العسكرية في مدينة تعز بالمسبة للمستجدات العسكرية تواصل ميليشيا الحوتي ومخلوق القصف على جميع الأحيان السقانية بالمسبة للوضع العسكري كما قلت قصف طيران التحالف مواقع تمركز الميليشيات القريبة المجاورة المؤكرة للواخر الثلاثين تدمير مخازن أسلحة والتمرار من تجارات في ساعات أيضا موقع أحمد مصلحة الأحمر وتم تدمير مبنى الاستخبارات بالمخاء هذا بالنسبة للمخاء أيضا أمس كانت مواقعات شديدة في تعابات وجوار منزل المخلوق وحية دعوة جوار كلية الطب جوار القصر الجمهوري كان هناك هجوم عنيف من كبه الميليشيا فع ناري لكن أبطال المقاومة الشعبية أجبروهم على الفرار كانت الشباكات بشكل عنيف في تعابات وجوار القصر الجمهوري أما في بقية القبهات الوضع نعم أسمعه المعارك كانت على شدها كما قلت في تعابات وجوار القصر الجمهوري وجوار منزل المخلوق هذه هي الجباكات المشتعلة في مدينة تعز كان هناك هجوم عنيف تحت غطاء النار والقصر العشوائي على المنازل لكن أبطال المقاومة الشعبية أكبروهم على الفرار وهناك العديد من القتلى والقرحة والخسار البشرية والأسلحة للميليشيا نعم ماذا بشأن ميناء المخى؟ أين توقفت العمليات التي تقوم بها المقاومة والتحالف؟ بالنسبة للمين؟ ميناء المخى ماذا عن ميناء المخى؟ أين توقفت العمليات العسكرية هناك؟ قوة توقفت العمليات التي هي أسمعه يضرب مواقع الطيران ما زال يضرب مواقع عدة للميليشيا في المخى أنت ضرب بشكل كثير في مواقع عدة كان هناك أرسل عديد من الخسائر من البشرية والأسلحة اليوم أيضا الطيران التحالف ما زال يقطف معسكر الليواء 35 دمرت مخازن أسلحة وتمر الانفجارات لساعات أيضا موقع أحمد مصلح الأحمر وتم تدمير مبنى الاستخبارات في المخى ما زالت هناك عملية تمشير لمنطقة المخى هذه العمليات أعتقد أنها تستطيع عملية الدخول عملية المشيط وقصة لأماكن تبركز الميليشيا وتخزين لسلها نعم الصحفي أيمن المخلافي حدثنا من مدينة تعز شكرا جزيلا لك وشنت أيضا المقاومة الشعبية والجيش الوطني بغطاء جوي كثيف من التحالف العربي عملية واسعة تهدف للسعادة محافظة الجوف وقال مصدر في المقاومة إن سبعة عشر مسلح حثيا قتلوا فيما سشد خمسة من المقاومة بالشباكات التي دارت للسعادة مدينة الحزم هذا وقال الناطق الرسمي للجيش الوطني العميد سمير الحاج في تصريحاته الصحفية إن القوات اليمنية مسنودة بقوات التحالف تقدمت بشكل كبير في منطقة الجوف كما أنها باتت على مقربة من معسكر اللبنات الذي تسيطر عليه الميليشيا تواصل قطع عسكرية بحرية تابعة لدول التحالف العربي فرض الحضر على السواحل اليمنية لمنع وصول أي إمدادات لميليشيا الحوثي وصالح هذا وتعمل هذه السفن على تأمين الموانئ اليمنية التي تصل عبرها المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في اليمن يذكر بأن فرق الاقتحام التابعة لهذه القوات البحرية قد أوقفت أكثر من مرة مراكب تحمل الأسلحة والمواد الممنوعة التي حاولت الوصول إلى الموانئ اليمنية وتحديدا ميناء الحديدة كما تؤدي هذه القوات البحرية دورا فاعلا في تأمين الملاحة الدولية عبر مضيق باب المنتب شن طيران التحالف العربي أيضا الذي تقوده السعودية غارات جوية على مواقع الحوثيين وصالح بالعاصمة وعدد من المحافظات هذا واستهدفت الغارات مواقع الميليشيات في جبل النهدين جنوب العاصمة صنعاء والبيضاء وشبوى والجوف ومأرب وصعدة وحجة وتعز ودمرت آليات عسكرية ومخازن للسلاح هذا ودمرت أيضا قاعدة صواريخ تابعة لميليشيا الحوثي وصالح في منطقة حيدي سبعان على حدود مديريتي عسيلان وبيحان في شبوى دشن بمحافظة مأرب امتحانة المرحلة الأساسية التي تعثرت خلال الشهور الماضية بسبب العدوان الحوثي على عدد من المحافظات هذا وأكد مدير مكتب التربية والتعليم بمأرب الدكتور علي العباب إن عملية الاختبارات تنضي وفقا للخطة التي رسمتها أو رسمها المكتب مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الأساسية بالمحافظة بلغ أكثر من أربعة ألاف طالب يتوزعون على ثلاثة وخمسين مركزا امتحانيا منها مركزا امتحاني في صنعاء خصص للنازحين ومن الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مدينة مأرب ختم النشر مشاهدين وهذا تذكر بأبرز ما جاء فيها ميليشيا صالح والحوثي تواصل القصف العشوائي على أحياء تعز وسقوط شهداء وجرحة قتل وجرح حوثيين في الجوف ومقاتلات التحالف تدمر منصة للصواريخ بشبوى الحكومة توافق على حضور جولة مفاوضات جديدة مع الحوثي وصالح وميليشيا صالح والحوثي تفرق بالرصاص الحي مظاهرة لمرضى فشل الكلا تطالب بالدواء مشاهدين انتهت أخبارنا لهذا اليوم ولكن التغطية الأخبارية ما زالت مستمرة على قناة يامن شباب الفضائية نلقاكم في الساعات القادمة دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة